كم نسبة حماسكم لثلاثية جي تي اي الري ماسترية المحسنة اكتبوا لنا في خانة التعليقات هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجع لكم بمكتع جديد ومكتع زلة بطبع في مكتع اليوم راح نشوف اخبار روكستار جيمز وايش وضعها هناك التسريب ضخم جدا يؤكد بنسبة 100% انو ثلاثية جي تي اي المحسنة الري ماستر جي تي اي ثري جي تي اي فاي سيتي وجي تي اي سان اندرياس فعلا حقيقة قادمة وهي فعلا حقيقية لذلك اربطوا الاحزمة وخلونا نبدأ وخلونا نحطكم في الصورة طيب زي ما تعرفون منذ بداية عشرين عشرين ونحن نسمع مناوشات وتسريبات انو روكستار جيمز شغالة على نسخ ري ماستر محسنة لكل من جي تي اي ثري جي تي اي فاي سيتي وجي تي اي سان اندرياس ومؤخرا في عشرين واحد عشرين تأكدنا من قدومها فعلا حقيقة عن طريق مقالة كوتاكو اللي اكدت من ثلاثة مصادر مختلفة داخل روكستار جيمز انو ثلاثية جي تي اي الرماسترية المحسنة قادمة فعلا حقيقة وهي فعلا مشروع حقيقي لدى روكستار جيمز بعد ما عرفنا منت كوتاكو توالت المواقع الشهيرة الاخرى بتأكيد قدومة ثلاثية فعلا حقيقة ومن هذا الكلام الان في ستعشر سبتمبر عشرين واحد عشرين تم تأكيدها مجددا من مصدر وشركة كبيرة جدا زي انفيديا عموما احد المختصين استطاعت دخول الى ملفات جي فورس ناو واللي من خلاله يعطيك صلاحية الدخول الى قاعدة بيانات انفيديا لاختبار وتجربة الالعاب الغير مصدرة وصاحبنا هذا حصل قائمة كبيرة جدا لالعاب قوية ومشورة ومن شركات كبيرة كذلك زي مثلا العاب لسوني، مايكروسوفت، سكوير اينكس، كابا كوم، اي اي، روكستار، توكي، والقائمة تطول ومتأكد انك راح تحصل لعبة تصدمك وانها فعلا قادمة في المستقبل اذا تبغى القائمة راح ترك لك الرابط التسريب في خانة الوصف لكن حنا في فيديو اليوم راح نركز على العاب ومشاريع روكستار جيمز في هذه القائمة المهم القائمة هذه يا اخوان كانت تضم ثلاثة العاب لروكستار جيمز وهي جي تي اي ثري، جي تي اي فاي سيتي و جي تي اي سان اندرياس مما يؤكد صحة اخبارها وتسريباتها وانها فعلا مشروع شغالين عليه روكستار جيمز وزي ما هو ظاهر لكم الان في القائمة جي تي اي ثري ريماستر، جي تي اي فاي سيتي ريماستر و جي تي اي سان اندرياس ريماستر فحرفيا يا اخوان ومن شركة كبيرة زي انفيديا وقاعدة البيانات حقها تم تأكيد ان ثلاثية جي تي اي شي حقيقي وفعلا قادمة بل انها في مرحلة التجربة والاختبار و الى اخره مما يؤكد انها في المراحل الاخيرة فنعم يا اخوان نقدر نقول رسميا ثلاثية جي تي اي قادمة لنا ورح نلعبها قريبا جدا وزي ما نعرف يا اخوان ثلاثية جي تي اي المحسن الريماسترية قادمة لكل المنصات المتاحة بي اس فور بي اس فايف اكس بوكس سيريس اكس و اس و اكس بوكس وين وبعد سنة من اصدارها على الكونسول رح تنزل على البي سي والجوالات طبعا وجهة نظر متواضعة خلوني اعطيكم اياها انا اتوقع ان رح نسمع اخبارها واعلان قدومها من روكستار جيمز نفسها في قريب العاجل وقريبا جدا 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 لسببين خلوني اذكر لكم اياهم السبب الاول هو انه الجميع الان يعلم انه ثلاثية جي تي اي المحسنة الريماسترية حقيقة وفعلا مشروع حقيقي عند روكستار جيمز واعلانها من الاساس اتى من طرف ثالث وليس روكستار جيمز نفسها او تكتو انتراكتيف فاشوف انه خلاص الان الكل يعرف انه في مشروع حقيقي لروكستار جيمز لثلاثية جي تي اي فقط الكل الان منتظر اعلان روكستار جيمز عشان نقدر نقول انها رسمي وهذا الامر جدا جدا قريب وسيحدث قريبا جدا ثاني سبب الاعلان في هذا الوقت جدا جدا ضروري لروكستار جيمز وتكتو انتراكتيف لتغطية الفشل الكبير اللي صاير داخل الشركة اعلان قدوم مشروع بهذا الحجم بكل تأكيد رح يعالج الكثير من الامور ورح يطفي غضب المحبين بشكل كبير جدا فاشوف من وجهة نظري انه الان هو الوقت المناسب لإعلان ثلاثية جي تي اي المحسنة الريماسترية طيب يا صالح متى تشوف الوقت المناسب لإعلانها طبعا اللي يفهم فيه روكستار جيمز رح يعرف انها تحب شهر اكتوبر بشكل كبير جدا اضافة الى انه من الاساس لو تفتكرون روكستار جيمز وعدتنا بمفاجأة كبيرة بمناسبة مرور 20 سنة على اطلاق جي تي اي 3 فاتوقع انه في يوم اصدار جي تي اي 3 واللي هو 22 اكتوبر رح نشوف اعلان ثلاثية جي تي اي الريماسترية المحسنة بشكل رسمي من قبل روكستار جيمز فنعم يا اخوان بعد كل التأكيدات والاخبار والتسريبات بعد 39 يوم في 22 اكتوبر 2021 في ذلك اليوم رح نشوف اعلان ثلاثية جي تي اي الريماسترية المحسنة وهنا نقطة نهاية السطر ثاني خبر عندنا رح يكون عن جي تي اي 6 وما كان ودي اتكلم عنه لانه حرفيا بيف لكنه انتشر بشكل كبير بين مجتمع اللعبة ويجب علينا توضيح الحقيقة عموما في تريلر جي تي اي في النسخة المحسنة الاخير ظهرت لوحة سيارة بشكل واضح جدا ومكتوب فيها 6-1-CAL890 طبعا الناس جدا جدا يعني محبطين ودسبرت لدرجة انهم يدورون اي شي في اي حاجة ظنا منهم انها تعني حاجة معينة فالمحبين هذول المحبطين شافوا اللوحة هذه وحللها بناء على راسه وبناء على تمنياته وقال انه اللوحة هذه تعني الجزء السادس في فترة نهاية التسعينات وبناء على تحليلاتهم وتفسيراتهم يقولون انه هذه العبارة روكستار جيمز فيها تلمح بان جي تي اي سيكس رح تكون احداثها في نهاية التسعينات طبعا الحقيقة يا اخوان انه التحليلات هذه كلها كيس ولا تمثل الصحة بصلة نهائيا تحليلات عشوائية وبناء على رغبات وتمنيات شخصية وما اتوقع انها صحيحة نهائيا 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 واساسا لما تطالع فيها تحس انه التفسير ما يخش العقل وجدا جدا بعض في اخوان تحليلات لوحة السيارة في تريلر جي تي اي في النسخة المحسنة غير صحيحة وتكيسية والناس حللتها بناء على رغباتهم وتمنياتهم ما في اي شي مبني على شي قوي وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه شفنا اخر اخبار روكستار جيمز وتم تأكيد بنسبة 100% انه ثلاثية جي تي اي المحسنة الريماسترية قادمة وفعلا روكستار جيمز شغال عليها وفي المراحل الاخيرة طبقوا يصلنا معاكم نهاية المقطع لا ترمونا من اللايك وسبسكرايبوا تعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة